كل الفرق ده بقى يطلع معايا البلوة كلها إن كان جلد ميت الحبوب الصغيرة اللي بتبقى في الظهر أي حاجة بقى هتلاقي كله ده طليع كده معاك بقيت فلة لو مش هتقدر انك تدعاك بيديك زي ما نبدعك كده بيليفة بقى بتاعتك والدائجة ده زي الشطرة نزلي كله من على جسمك الليفة المغربية لازم تكون عندنا كلنا وعند أي بنت لازم تبقى موجودة عندنا في كل بيت الليفة المغربية تحفة جدا 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 أكينك بتعملي ولا أكدحها حمام مغريبي بجد في البيت لو أنت عروسة عمليها ابتدي إن انت تبتدي تعملي الوصفة دي هتعمليها كل قد إيه بنعملها مرة في الأسبوع الوصفة دي بنعملها مرة في الأسبوع يعني مرة كل الأسبوع تفضل ليمشي عليها لحد ما توصلها على نتيجة النهائية المطلوبة ودعيلي أهم حاجة إنك لما فعلا نجيب نتيجة معاك تدعيلي دعوة حلوة كده من قلبك إن شاء الله إنها تجيب معاك نتيجة هيلة جدا وهتكون مرضية بإذن الله وما تنسوش بقى زيكوا تغرقوني لايكات 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 عشان اللايكات هي اللي هتوصل فيديو الأكبر عدد من البنات وكلهم يستفادوا وكلهم يستفادوا وما تنسيش لو ما اشتركش في القناة وانزيشترك معنا في القناة وفعل الجهاز عشان كلك جديد يوصلك أول بأول ويوصلك إشعاره اتفراج على الوصفة دي الوصفة دي هتجيب معاك من الأخ حلوة قوي قوي للركب للكوع للرجل للإيد لتحت القبض جميلة جدا 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 قدري تعمليها كمان في ظهر الكل علشان الحبوب الصغيرة تختفي معاك تماما تحفى قوي يلا بينا نشوف إيه هي الوصفة أنا حطيت كباية من الميا ميا عادية خالص ميا من الحنفية كباية ومعايا نسكافية هياخد منع معلقة كبيرة من النسكافية حلوة قوي لو معني الكيش نسكافية تقدر تستبدليها بالقهوة بس المهم إنها تكون سريعة الزوابين هياخد معلقة كبيرة يعني أنا كده هحاول أنزل معلقة كبيرة هحط حبة كمان عشان أكمل المعلقة تمام كده حطيت بمقدار معلقة كبيرة هبدأ إن أنا أدوبهم كويس جدا وده مهم جدا إن أنا أقدر أدوب النسكافية خالص مش عايزة له يبقى له أثر ويكون داب معايا في الميا هقلبهم كويس لحد أما يختفي معايا تماما النسكافية بيسرع على تفتاح البشرة بيزيل البقع بيزيل أي تسبغات في البشرة بيفتح البشرة جدا جدا فالنسكافية من الحاجات الجميلة جدا هفضل أقلب لحد أما النسكافية يدوب خالص معايا واقدر أستبدل النسكافية بالقهوة عادي جدا تمام كده يبقى احنا حطينا كوبية ميا ومعلقة نسكافية أقلب بقى أفضل أقلب فيهم لحد أما يدوبوا كده تمام يبدأ يدوب معايا خالص وخلاص يعتبر داب تمام تركز في الخطوات عشان الخطوات دي اللي ممكن تطلع معاك الوصفة لو أنت مركزتش كويس هتطلعها بايزة بنركز كويس اللي بترم خلاص وبقوا تمام هجيب معايا اللبن البودر اللبن نيدو لبن الأطفال عادي بل وهم المهم أنه يكون بودر تمام احبط منه معلقة صغيرة مليانة المعلقة اللي في إيجي دي صغيرة يعني صغيرة عن المعلقة بتاعت الشاي اللي هي بتبقى مليانة شوية يعني أنا بحط بمقدار معلقة الشاي اللي هي معلقة صغيرة هقلبهم كويس قوي عشان ما يكتلش مني على طول كده هو هيدوب معايا على طول تمام كده طبعا اللبن النيدو من الحاجات الجميلة جدا على تفتيح البشرة وكمان بيخلي البشرة كده طرية مش نشفة أو شحبة لا بيخلي البشرة بتاعتك طرية كده ويبتبقى حلوة عارفين الملمس بتاع البيبي اللبن البودر حلوة أو في الحاجات دي هياخد كمان معايا معلقتين الرز أو الأرز المطحون بتاع الأكل أرز عادي مصري أو رز مصري عشان البلاد اللي بتتفرج علينا التانية تبقى عارفة الأسامي كلها الرز عادي اللي هو المصري من بطحنه في المطحنة واخد منه معلقتين يبقى معلقتين رز مطحون معلقتين أرز مطحون طبعا على حسب بقى ما كل واحدة بتسمعني من أنا بلد هقلب بقى كويس قوي تمام كده لحد كده أظنني كل حاجة سهلة وتمام التمام هحط كمان معلقة من الرز معلقة كمان لإن أنا قلت لك المعلقة اللي أنا أشتغل بها صغيرة عن معلقة الشاي اللي عندنا كلنا تمام هقلبهم برضو كده كل ما حط مكون لازم أقلب عشان ما يكتلش مني مكون وفي الآخر بترجع تبوز منا الخلطة هجيب كوركم بتاع المسكات في كوركم بيباع عند العطار بتاع المسكات لو ما عندناش نقدر نستخدم الكوركم بتاع الأكل عادي جدا يعني الدنيا سهلة خالصة هون مش مصعبها عليكم خالص أظن الحاجات دي كلها عندنا في المطبخ الكوركم بقى بيساعد على إدالة البقع وتفتيح البشرة وبينور البشرة جدا بيزيل لو أنت عندك مثلا كلف أو نمش في جسمك بيروح تماما الوصفة دي عموما كلها على بعضها حاجة كده سكر عارفها حاجة أمر قوي يعني حاجة بجد تحفة لو كمان فرجت الوصفة دي كلها على ضهرك وسبتيها لغاية ما تنشف وتبدأ تفروك كده ضهرك كله هتلاقي كل الحبوب الصغيرة بتادي تتشال معاك وضهرك فتحه بقى شكله جميل جدا وهتلاقي يعني بلاوي نازلة منك انت هتشوفي في آخر الفيديو من منظر ايه عامل ازاي يعني هابدأ بقى اجيب الدقيق او الدقيق طبعا من الحاجات الجميلة جدا اللي بتفتح البشرة وكمان بيساعد على تفتح البشرة اسمه الدقيق في مصر لكن بيبقى في البلاد الليل العربية اللي بتسمعنا او اللي بتشوفني دلوقتي اسمه التحين دقيق هياخد منه معلقتين او التحين تمام كده هقلبهم بقى كويس جدا لانه هيبتدي بقى هنا الدقيق هيكتل مني في الخلطة انا مش عايزة يكتل انا لازم ان انا نقلب كويس كده بكل عزوتي علشان اخوات لو كتل مني ادني عبوس هقلب بقى كويس زي ما احنا شايفين ولو كتل مننا زي ما انت شايفة كده هيكتل مني بصوا انا هعمل ايه عشان يفك مني وابتدأ يعمل لي كده فقاكيع بيضة شايفين اخب المعلقة في الجوانب بالمنظر ده كل الفقاكيع هتتطلع منه يعني تمام لان انا عايزة الوصفة تكون صافية خالص ما فيهاش اي تكتلات تمام كده يا بنات اهبس له كل الفقاكيع التادي التختيفي معايا اهم حاجة ان الوصفة كل مكون نقلب عشان الوصفة تدني نتيجة حلوة كله مينا نروح بيها على النار ونزخنها بقى علشان تثبت معانا الدنيا ونشوف القاوم هيوصل لفين انا حطتها على النار اهو هسيبها حوالي تلات اربع دقيق بس الحد ما تمسك في بعضها وتبقى شبه الكريم حواليك برضك القاوم بتاعها لما هيبقى شبه الكريم افضل اقلب فيها كده لحد دماء القاوم بتاعها يمسك معايا تمام بصوا القاوم بتاعها اللي انا عايزة شايفين يا رب تكون بينا او واضحة اهو انا هوا حاول اورها لكم تاني بصوا شبه الكريم ولا سيلة اوي ولا تقيلة اوي القاوم ده تحفة هبدأ احطها كلها بقى في علبة بتاعتي عشان اقدر احتفظ بها في التلاجة عادي جدا جدا ولو جمدت معايا في التلاجة بطلحها وحط فيها نقطتين مياه صخنة وقلبهم كويسة تبقى معايا سهلة في الاستخدام انا بقى العلبة دي بشيلها في التلاجة لان انا بستخدمها في رجلي في ايدي في ضهري في الرقب في القوع الوصفة دي مباستخدماش عنه اصلا باخدها كده معايا في الحمام هلبيلة وابدأ بقى اشتغل على جسم كله في الحمام تحفة جدا لو انت مش عايزة انك تسيبها زي ما انا هسيبها تنشف على قدية بس الحركة اللي انا هورها لك دلوقتي دي افضل بكتير انت تعمليها احسن ما تفضلي ماشى بيها سكراب على جسمك بصوا يعني احنا لما نفردها كماسك كده على جسمنا بالشكل ده ونسيبه ينشف وياخد راحته بشرة تتشرب الوصفة عشان تديني نتيجة حلوة افضل من انا ممكن استخدمها في الحمام زي الاسكراب كده وتعجب جسمي وفي الاخر اخش ياخد الدوش اعمليها زي ما انا بعملها دلوقتي كده اللي هو تفرديها كماسك وتسيبيها تنشف تماما يعني تخش الحمام كده تعود لك ساعة بقى ساعتين اللي هو ان انا محدش خش دلوقتي انا عايزة ابقى عروسة تخش كده للحمام بتاعك وتعمل المسك على جسمك كله بقى وكلع من وره سيبيه ينشف خالص وابدأ افروكز زي ما انا هوريكي كده النتيجة تحفة خيالية بجد الوصفة تحفة جدا 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 وعملي كمية وشيليها في التلاجة وكل لما تعوزي تستخدميها وطلعها واستخدميها عادي جدا ما فيهاش اي مشكلة بستو عن كده خلصت فردتها على قدية هسيبها حوالي ربع ساعة لحد ما تنشف خالص واهم حاجة لازم تنشف خالص شكلها امر قوي على فكرة يلا بينان سيبها تنشف ونرجع بصوا هي هنا نشفت معايا تماما بصوا لايك يا بنات لايك 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 يكون حلو زيك وكده اعملوا لي لايكات يا جماعة ما تبخلوش علي عشان اللايكات هي اللي بتوصل الفيديو الاكبر عدد من البنات وكلهم يستفدوا وكلنا نستفيد وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وكمان تشتركوا معايا في القناة عشان تشوفوا كل الحاجة اللي احنا بننزلها اول باول وكل وصفة بننزلها وكل ريبيو وكل حاجة كل حاجة بننزلها يجيلك اشعارها فوق يا رب يكون الوصفة بتاعتنا النهار ده عجبتكم ولو في وصفة معينة عايزينها حاجة معينة من الوصفات اكتبوا لي في الكومنتات وانا هشوفها ان شاء الله وهحاول عملها لكم في اقرب وقت باي باي